العصار الرابع على التوالي يضرب السواحل الشرقية الأمريكية لكن إصار دوريان الأخير هو الأقوى في تاريخ المنطقات حتى الآن دوريان انطلق من الساحل الجنوب من ولاية فلوريدا والذي عده خبراء الأرصاد الجوية من الفئة الخامسة وهي الفئة الأشد بسرعة مصاحبة بلغت 175 كم في الساعة ومواج نعاتية بلغ ارتفاعها أكثر من 5 أمتار مما دفع السلطات المحلية بإخلاء مليون شخص حتى الآن رسالتي للجميع بأنه ما زال لديكم وقت لمغادرة منطقة الإخلاء وفرصة الخروج بدأت تنفذ لأنه بمجرد أن تصل سرعة الرياح إلى حوالي 40 أو 45 ميلا في الساعة فهذا يعني أن طواقم الطوارئ لن تتمكن من الحضور وإنقاذكم الإعصار ممتد إلى بعض الولايات الشمالية من فلوريدا كجورجيا وكلورانيا الجنوبية وشمالية وقد خلف حتى الآن أكثر من 20 قتيل ودمارا هائلا في بعض الجزر الساحلية كجزر البهامة وهو ما جعل الأمم المتحدة الإعلان عن 70 ألف منقوبة كحصيلة أولية عن أثار دوريان لقد أرسلنا خفر السواحل في الولايات المتحدة فما يحدث في جزر البهامة في الوقت الحالي لا يصدق وهم يساعدون المتضررين والمنكوبين في جزر البهامة وإن تبقى هناك عدد قليل من الناس وستعمل الحكومة على إنقاذ الجميع الإخبارية تواصلت مع عدد من الممتعثين في الولايات المنكوبة وستطاعت الأندية الطلابية بإشراف السفارة السعودية ممثلة في القنصرية السعودية في هيوستن والملحقية الثقافية بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة أحوال الممتعثين والمواطنين في مدن السواحل الشرقية واتخذوا عدة خطوات احترازية كتأمين الفنادق والمواصلات والأطعمة فضلاً عن متابعة الأخبار الجوية بشكل دوري وترجماتها وإرسالها فوراً لكل المواطنين كما جسد الممتعثون قيماً إنسانية نبيلة في الإخاء والتعاون والتضحية وتأمين جميع شؤون المواطنين خاصة المرضى والأطفال منهم مما دعا بعضهم باستقبال إخوته في منازلهم الشخصية في المدن الغير منكوبة أو عرض سياراتهم أو ممتلكاتهم الشخصية للانتقال إلى مدن آمنة للإخبارية أحمد القرني واشنطن